اهلا بكم من جديد قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان ان سوريا من اسوأ دول العالم في كمية الالغام المزروعة منذ عام 2011 بالرغم من حضر القانون الدولي استخدامها مشيرة الى ان الالغام قاتلت ما لا يقل عن 2600 مدني في سوريا منذ 2011 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الصناعية فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان من الدوحة ومعنا عبر الهاتف محمد سامي المحمد منسق برنامج الضخائر المنفجرة في الدفاع المدني السوري من اسطنبول ورحب بكم سيد فضل يعني الحصيلة ليست قليلة نتيجة انفجار الالغام هل من السهل تحديد من هو المسؤول عن زراعة الالغام في منطقة معينة يعني هناك صعوبة اضافية لصعوبة التي تواجهنا بتوثيق الحوادث بمعرفة او تحديد المسؤول عن زراعة الالغام يعني نمطين هم من الانتهاكات صعب تحديدهم انفجارات عن بعد وزراعة الالغام زراعة الالغام كثير صعب نعرف مين الجهة اللي زرعت الالغام لسببين اساسيين انه اول شيء كل اطراف النزاع المحلية يعني المقصود بالمحلية عدا قوات التحالف الدولية بقية الولايات المتحدة الامريكية والقوات الروسية بقيت الاطراف كلها من نظام السوري والميليشيات التابعة له البي واي دي البي كي كي وايضا المعارضة وايضا تنظيمات المتطرفة كلها يستخدمت الالغام لانه الالغام سلاح رخيص وايضا صهل التصنيع والمناطق المزروعة فيها الالغام النقطة التانية الصعوبة انه بيصير فيه تغير بمناطق السيطرة فبينزرع حق الالغام وبعدين مينزرع هذا الحقل لا نعرف لانه فيه جهات تناوبت بالسيطرة على هاي المنطقة وبالتالي وقت عمين فجر هذا اللغم بحاجة إلى يعني كتير من عمليات التحقيق الموسعة كل حادثة من هدول الالفين وستمائة حادثة لقتل بسبب مواطنين طبعا وهناك يعني تقريبا بين ضعفين إلى ثلاث أضعاف من المصابين من نتيجة انفجار يعني تعرف حقول الالغام سيد فضل ليس بطريقة تعقب واضحة نسند المسؤولية بل بعد انفجارها يعني بعد وقوع الحوادث يعرف أن هذه المنطقة بالفعل منطقة الالغام نعم هذا بشكل هذا بشكل أساسي للأسف الشديد هو الأستاذ نور الأصل أنه يفترض أنه يتم الكشف عن حقول هذه الألغام وين مزروعة وليس يتم بالتجريب بلحم المدنيين والمواطنين السوريين وينفجر لهم لنعرف أن هذه المنطقة فيها ألغام ونصير نسورها هيك اللي عم يصير اللغم إما عم ينفجر بمركبة وعم يموت أشخاص ضفعة وحدة وهون بيصير في مجزرة أو عم ينفجر بفرد وبالتالي هون بيصير نوع من الاحتياطات وهيك عم يتم الكشف عن حقول الألغام بسوريا ما في ولا جهة للأسف هي كشفت عن الألغام اللي زعتها وأيضا في جهات استعادة السيطرة على مناطق هي ما عملت بشكل جدي وحقيقي على تفكيكها أو الكشف على تفكيكها وبالحال واللغم يعني هو ما بيكلف شي لكن تفكيك اللغم هذا تكلفته المادية قد تصل إلى ألف دولار اللغم تكلفته تقريبا 30 دولار وبالتالي لهيك لحد الآن من الحرب العالمية التانية ما زال هناك ألغام لم تفكك حتى الآن ونتكلم عن ملايين الألغام سوريا كل الأطراف استسهلت خرط القانون الدولي في بلاد عديدة طب سأعود إليك سيد فضل فقط وبشكل أساسي الأطفال والنساء يعني لا أود أن أفقد النقطة المتعلقة بتكلفة تفكيك اللغم وهذه النقطة قد تستطيع التوسع فيها أكثر أستاذ محمد سامي أنتم في الدفاع المدني ما الآلية التي تعملون من خلالها على إيجاد حقول الألغام وتفكيكها وهل هناك مساعدة يعني نتحدث هنا عن تكلفة عالية لللغم الواحد مساء الخير جميعا أهلا بك بالنسبة لتكلفة إزالة الألغام نحن الآلية اللي عم نشتغل فيها حاليا هي عنا فرق مسح عم تعمل على مسح المناطق بشكل كامل نحن نقوم بزيارة القرى نعمل على سؤال السكان المحليين ونبحث بتاريخ المنطقة من ناحية القصف والعمليات العسكرية نوصل أحيانا وفي كل الحالات إلى وجود ذخائر غير منفجرة في هذه القرى تقوم فرق المسح بتعليم هذه المنطقة ووسم مكان وجود الذخيرة بترسم خرائط معينة بترسل إلى فرق الإزالة لتقوم بعملية القدوم إلى المكان والتخلص من الذخائر غير مفجرة بالنسبة للألغام خلينا نحكي الألغام العسكرية بنوعيها المضاد للأفراد ومضاد الدروع نحن معنا أهلية حاليا نحن نشتغل عليها للتعامل مع هذه الألغام غير فقط في حال مثل ما قال الأستاذ فضل أنه إذا عثر تم العثور على أحد هذه الحقول نحن نعمل فقط على تعليم المنطقة تعليم المكان وندعو الأهالي لتجنب هذه المنطقة نعتبر هذه المنطقة مغلقة بالكامل إلى حين إيجاد آلية محددة أو أشخاص مختصين بالألغام لا إزالة هل هناك مناطق يمكن تسميتها الآن بالآمنة يعني حقول الألغام التي فيها محددة يمكن للمدنيين التجول بأمان ربما فيها حلق بصورة عامة عسكريا جميع مخلفات الحرب الناتجة عن عمليات القصف طالما هي موجودة على الأرض ولم تنفجر فتعتبر عسكريا هي لغم بالنسبة أنها كدفاع مدني نحن نعمل على هذا الشيء نعمل على ترسيخ خائضة المصطلح فكافة أنواع مخلفات الحرب هي بالنسبة أنها الغام قابلة للانفجار بأي لحظة إن كانت مضادة للأفراد أو غير مضادة للأفراد حتى فنحن خلال حملات التوعية اللي منقوم فيها المرافقة لعمليات الإزالة الذخائر وعمليات المسح منقوم على تحذير المدنيين من مخلفات الحرب ونعتبرها كألغام كمنطقة آمنة بصراحة لليوم ما فينا نعتبر أي مكان هو آمن مية بالمية القصف ما توقف العمليات العسكرية ممكن من سنة واقفة ولكن هل عمليات الإزالة التي لحقت العملية لحقت أو اللي صارت بعد إيقاف إطلاق النار هي كافة لأننا نعتبر مناطق آمنة أكيد لا أستاذ فضل هل هناك مناطق أكثر خطرة يعني رصدت فيها حقول ألغام بشكل أكبر نعم بالكل تأكيد المناطق اللي تغيرت فيها السيطرة أكثر مثل محافظة حلب على سبيل المثال هي اللي سجلنا فيها النسبة الأعلى من الضحايا وهي اللي فيها حقول ألغام بشكل أكبر وأيضا تليها محافظة الرقة يعني تقريبا خمسين بالمئة وهذا هدو أكثر محافظات تغيرت فيها مناطق السيطرة هناك أيضا في إدلب لأنه كل ما بتجي جهة نزاع بتزرع ألغام لحتى تمنع الخصم أو الموالين إلوه من الاقتراب وما بتعلن عن هذا عن هذا الأمر هاي هي الكارثة الأساسية ونحن نعتقد أن هناك يعني مئات ألاف الألغام ما زالت لم تكتشف في سوريا الآن نحن بناء على هذا التقرير ونحن مثل ما بتعرفي حضرتك جزء من التحالف الدولي لإزالة الألغام وأيضا محاربة والحملة الدولية لإزالة الزخائر العنقودية يعني نسعى الآن إلى بناء خرائط بناء على المواقع اللي نحن عرفنا سقط فيها ضحايا حددنا الموقع يعني نبني خرائط لحتى نشاركها مع زملائنا وأصدقائنا بالدفاع المدني ومع غيرها من المنظمات وحتى مع السكان المحليين قدر الإمكان ونعلن عنها وننشرها حتى يتم تجنبها عملية زراعة عملية تفكيك الألغام كما أشرت يعني فيه أكتر من مئة مليون لغم حول العالم سوريا تعتبر من خلال تقييمنا ضمن هذا التحالف نحن بالشبكة السورية حقا تعتبر أسوأ بلدان العالم لأنه أطراف النزاع استسهلت بشكل كبير جدا عملية زراعة الألغام إلى أي مدى قام النظام تصليط الطوء على هذا الموضوع إلى أي مدى قام النظام بشكل كبير جدا النظام بشكل واسع بالحقيقة لأنه حتى النظام عنده بالمخزون انتبعوا بالجيش يعني مئات الألاف من الألغام جاهزة لزراعتها وحتى هو المناطق اللي حاصر النظام مثلا بالغوطة وبدارية أيضا طوق بالألغام حتى ما المدنيين يخرجوا وتذكري حضرتك أنه سمعنا حالات لانفجار ألغام لمدنيين حاولوا بيزرع هاي المناطق وبيحط حواجز بمناطق أورا حتى يطوق المنطقة بشكل كامل وأيضا حوادث من حمص أيضا حاول بعض المدنيين وحتى هي الألغام محظور استخدامها حتى ضد العسكريين هي سلاح محظور أصلح النظام هل هو ضمن اتفاقية حضر استعمال هذه الأسلحة هل هو ضمن اتفاقية حضر استعمال الألغام حتى يمكن ربما محاسبته أو مراجعته في مقام به لا هو ليس ضمن الاتفاقية لا هو ولا روسيا اتفاقية أوتاوة بالتسعة وتسعين لكن صادق عليها مئة واربعة وستين دولة وقت بصادق كل هذا العدد يعني أكثر من ثلاثين دول العالم ما بقي غير تقريبا ثلاثين دولة فقط لم تصدق عليها فبتتحول بمثابة عرف يعني حتى هو لو ما صادق عليها هو ملزم بأنه لا يقوم بتصنيع الألغام ولا باستخدامها لكن الكل هو مستمر ومن المهم من الآن وحتى يعني يعتبر متأخر جدا البدء بهذه العملية على قدم وساق لأنه مثل ما ذكرتلك الكلفة الأعلى تفكيك اللغم الواحد ألف دولار وبتتراوح الكلفة الأدنى ميتين ميتين وخمسين دولار يعني حتى الكلفة الأدنى هي كلفة عالية وهي بعد النزاعات الدول بتعاني بشكل كبير جدا جدا خاصة أطفالها من الألغام لأنه هي تعتمد بالمبدأ أنه يقرب منها طفل أو شخص أو مركبة وتستمر لعقود للأسف مبنية على هذا المبدأ أستاذ محمد سامي هل هناك توصيات معينة دون إزالتها أعذرني على سوء تزامن الصوت بيني وبينك سيد فضل محمد سامي هل هناك توصيات معينة للأهالي الذين يتجولون في المناطق الخطيرة كيفية التبليغ مثلا أكيد في توصيات قلتلك نحن من خلال الحملات التوعية التي نقوم فيها نعمل على إبلاغ المدنيين بشكل كامل كيفية التعامل السليم في حال وجود أي جسم مشغل يجب أنه ما يتم الاختراب منه يحذر السكان المدنيين الموجودين حواليه في الحي أو في المنطقة نفسها أنه فيه جسم غريب بالمكان معين ويقوم بإبلاغ أي مركز دفاع مدني موجود في المنطقة لهذا المركز يقوم بإبلاغ مركز الذخائر المتواجد بالمنطقة القريبة أيضا لحتى يتم التدخل السريع للتخلص من هذه الذخائر كمان نتمنى أن يكون فيه وعي كامل من المدنيين لخطورة هاي الأمور أي ذخيرة عنقودية إن كانت عنقودية أو أي ذخيرة غير مفجرة ممكن أن نتحافظ على فعاليتها لعشرات السنين في ألمانيا من سنة تقريبا تم إزالة قنبلي نشطة من مخلفات الحرب العالمية الثانية يعني من سبعين سنة في كمبوديا لليوم لليوم عم يصير فيه حوادث لانفجار إما الغام فردي أو لخائر غير مفجرة فتمنى من المدنيين يقدروا خطورة هذا الأمر ويصعد الدفاع المدني بالإبلاغ عن هاي الذخائر نتمنى السلامة للجميع أشكرك شكرا جزيلا محمد سامي لمحمد منسق برنامج الذخائر المنفجرة في الدفاع المدني السوري كنت معي عبر الهاتف من إسطنبول أشكر أيضا لفضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة